فريرا شايف له ملامح مع الزمالك ولا لا حتى لايه؟ اه طبعا انا اتفرجت النهاردة شوية طبعا ماتش انتهى بتاعدي مع فرج اه مع فرج بس انا طبعا كنت متفرج على تشيلسي وريال مدريد محدش يسيب المدعكة تاعت اوروبا دي نهاردة ريال مدريد يعني هراب يد يعني هراب يد والتشيلسي عملي موتش جامل جدا جدا ده النهاردة ريال ما يستحقش بس بخبرة لعبته بنزيمة تاك تاك خلص السلام عليكم شو حطار ازاي في الدقيقة عكس ده الفرق كبيرة عكس مندي عكس اتجاه مندي بالزبط لا ده فرق كبيرة لا لا عيب بنزيمة حظ وحش وباين وخارج مال ده وباين لا ده ده احسن كان في طريق ليفر بول اه اه لو النهائي ليفر بول ومانشستر سيتي بط اه هم هيلعبوا ثلاث مرات كده انه هيلعبوا كمان يومين في كاس الرابطة اللي هو الخيرية بصمت شاطب ممتعة لا كابتن بتتكلم في حاجة تايه هو دي كورة اه بصراحة احنا هنا احنا داربين كبار هو اختراع وليقى مدنية عالية ومهارة في الملعب ايه ده احنا ب يعني انا كنت اقلب وقالب اه الزمالك اللي فريرة عامله الجديد الاتزام اللي عايبة في الملعب انت حاسس بكده طبعا يعني بمرور الوقت الزمالك حيعله 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 لان هو عمل سياسة مفيش نجم او الادارة اللي عملت الحتة دي وبحييها عليها ودي فرق دي فرق جدا الاهل رمضان صبحه قال له ايه هفكر وساعة شكر قال له له شكر صح الزمالك ماشي بالمبدأ ده انا انا شايف الزمالك هييجي وحتى لو ما خدش الدور السنة دي مع صواقات جديدة انا عجبني النهار ده انه هو بي ادى سيد نمار اصلا نمار ده في النشئين عارف عيب كويس جدا او شفت القطع بتاعته بحطها في البعيدة انا عم شايفه بأربع سنين خمس سنين في النشئين لا لا حاجة زي ما كنت شايفه صاحب محمد كان في النشئين برضو قلت لهم ده يعني جاي نمار جاي في المستقبل جاي اه انت كنت مستعجب ان رؤى بالزبط انت طبعا بنشرق فارق طبعا انه بتدى يقرس انما انت بتكلم على اسلام جابر ورؤى هيمشوهم الراجل عادهم تاني عادهم تاني اه دي بقى رؤية مدرب اسلام جابر لا جوكر لو وقف هو ما كانش معندوش ثقة خد لو خد ثقة بلعب باكليفت وهافليفت وبيلعب دفندر وبيلعب يحدد كان عندكه في المقصة اسلام جاي فترة صغيرة اه رؤى الموتشي اللي قبل اللي فات لعبه لا واتت في نص الملعب بس عايش شوات ثقة فمش كل شوية فالراجل هيكتشف انت مختنع ان الزمالك بيزيد مع الضريف بيزيد يعني سيبك من النتائج ان هو كسب المقصة او النهاردة تعادل او كان كسب باتش بيرامس دا دا كان ما اللعيبة في المرعب طيب الاهلي مستوى المتراجعة دا الناس ألانا قدام الرجاء بسريعا سريعا الاهلي لو عدى الرجاء يبقى اللعيبة دي اللعيبة قوية ولعيبة فعلا تتحمل المسؤولين بس الناس ألانا من أداء الاهلي الفترة عشان لا مش الفترة دي دا بقاله ست شهور الاهلي من كاس العالم من ساعة ماتش الهلالة 4 او الاهلي من آخر برونزية اللي خدوها الهلال السعودي ماتش 4-0 دا مفيش اهلي اه 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 دي الاهلي اللعيبة النهم بتاع البطولات مفيش دوافع مفيش دوافع مفيش دوافع بتا شهور المدربة كبت طبعا الاجيال اللي قابليهم ما عندهاش عندها نهم في البطولات انما الجيل دا بعد البرونزية اخد اتنين برونزية واتنين كاس افريقيا واربعض زائد ان الاهلي ما عندوش قوام كبير الناس فكر الاهلي عنده دكة وعنده احتياطي وعنده لا 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 دا كلهم مصابين عمد بحمود طهر بعيد حسين بعيد لما قفشة بيقع الرتم بيقع رتم الاهلي بيقع الشريف بيقع السلايا بيقع علي معلول بيقع مفيش اهلي اللولا ان في زي ايام الجيل بتاع الجوزي كان فيه الحضري لا في الشناوي دلوقتي فارق اه يعني انا شفت حد كان بيقول فقال الشناوي 100% يعني اللعيبة التانية لا لا الشناوي دلوقتي 60% الواحد من قوة الاهلي من قوة الاهلي 40% باقي الفرقة باقي الفرقة دي حقيقة قبل كده طب انت متوقع يعد الرجاء ما انا بقولك دي باقي بتاعت العيبة العيبة دي فعلا تستحق ان هي تعدى الازمة دي وتكمل ولو ان دي مش عادي عايزة شغل جامد او لان اللعيبة مستهى في النازل الدكة مش ماتش صعب ماتش صعب جدا الرجاء فاق فاق وعنده لعيبة زغيرين طلعين وعندهم ثقة الجمهور هناك في المغرب حاجة لو مخلص اتنين هنا اتنين هنا على أل هتتحرق او واحد تطلق لكل أجهزة وقفت لهم على 20 ألف متفرج فالدنيا لا بس هو الجمهور لعمل 50% والخمسين التانية 40 للعيبة و10 المسيماني انا بكلمة ماتش ده مش بتاع مسيماني اللعيبة ورجولة اللعيبة في الملعب وروح اللعيبة في الملعب بس بس ونت في الآخر الاهلي وكسبانا اتنين دورة بتلعب الرجاء حتى لو كسب الاهلي الرجاء الاهلي لازم يدحي حساباته في خلال السنتين الجايين الاهلي لازم لازم خمس صفقات لازم تعمل رفريش للفرقة بتاع طبعا اجيب حد المجدي افشا اجيب فرودي كهرب شريف اجيب حد العلم اللعنهم الاهلي معندوش باكلفت محمود وحيد يعني بيلعب بعيد مزبوط الكريم بيحاول بكرايد قال يودين جموكو ان يمشي راسل لحد بنوصل الملعب بالضبط الزبط السلية طب انت توقعاتك بيرامز ومازنبي بسرعة لا بيرامز بيرامز بتلعب كورو حيلة ومازنبي مش زي الاول مش هو الفريق اللي خاول بيرامز يعد طب المصر ونهضة بركان ماتش صعب جدا بس المائز المصري ما تدرش يتحدد بس المائز المصري معين الشعباني خبراته الافريقية خبراته الافريقية يعني الصعود اللي وصل فيه المصري كان بطبعا اللعيبة ومجودة وان قوالة اللعيبة مش قوى قوي يعني فيشكر معين الشعباني انه عمل كده طبعا